اشتركوا في القناة القمر في منزلة القلب وهي للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة وحدة و 47 دقيقة مساءا اللي هي تقريبا منيقدر نحكي اللي هي ساعة الفجر يعني لا ينتقل بعدها الى منزلة الشولى وهي للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط بالنسبة للقمر طبعا في برج العقرب لما بيكون القمر في برج العقرب في هاي الفترة بنكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة نشعر بانتقاد الغير وحدته وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا جيدا باننا قد ننفجر في من حولنا تحت وطأة ضغط عاطفي محبط بوسعنا شراءة بوليس التأمين وقراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم او شراء بيت او انتقال لبيت جديد او توقيع عقود الى علاقة بالبيوت طالما القمر سعيد اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاليوم عنا ثلاث زوايا فلكية والحمد لله انها هاي الزوايا كلها ايجابية الزاوية الاولى راح تكون زاوية تثليث ايجابية طبعا تأثير الزوايا الفلكية على جميع الابراج بتكون متساوية يعني نفس الاحداث اللي بنذكرها في الزوايا هاي بتاخدوها بعين الاعتبار انها من التأثيرات اللي راح تأثر عليكم خلال هذا اليوم فهي مهمة اكثر من توقعات حركة القمر لانها هاي تأثيرات بتكون من ضمن الاشياء اللي انتوا راح تمروا فيها خلال هذا اليوم الزاوية الاولى هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر ونبتن راح تكون في تمام الساعة سبعة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا وبتعزز الخيال الخصب وبيقوى عنا الحدث وعليه فانه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تزديث ايجابية بين القمر وبين بلوتو هاي راح تكون في تمام الساعة الرابعة وستعشر دقيقة مساء عند المغرب يعني تتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة يعني من عالج مشاكل ذاتية او نفسية موجودة عنا اما بالنسبة للزاوية الاخيرة هي زاوية اقتران ايجابية بين القمر والزهرة راح تكون في تمام الساعة ثمانية وثمانية وخمسين دقيقة مساء وهاي بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر بالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجالات الفنية والتجميل والديكور فبيتحسن عطائهم وابداعهم يعني بنطلع من هالمحصلة بما انه عنا زاويتين الاورى راح تكون بين القمر والزهرة والثانية بين القمر ونبتن هذا يوم قوي جدا في امور التجميل يعني انسوا الكسوف هذا يوم قوي جدا لامور الها علاقة بالتجميل لقص الشعر الاظافر صبغ الشعر الامور حتى البوتوكس والاشياء اللي زي هيك برضو ممتازة جدا والفير والفلار والاشياء هاي اما بالنسبة للقمر طبعا القمر موجود في برج العقرب خلو المسار القادم راح يكون يوم 13-12 راح يبدأ هذا الخلو الساعة وحدة و 57 دقيقة فجرا اي بعد منتصف الليل وراح يستمر حتى تمام الساعة و 39 دقيقة فجرا لينتقل برج القوس بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار الهلال 26 يوم في تمام الساعة و 39 دقيقة فجرا بيصبح 27 يوم نسبة الاضاءة بتكون ما بين 12 و 15 في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 مزاجها سعيد بنسبة 60 في المية القمر في العقرب حتى يوم 13-12 يعني نقدر نحكي مش منتعس هو سعيد بنسبة 80 في المية عطارد في القوس حتى يوم 20-12 سعيد بنسبة 15 في المية الزهرة في العقرب حتى يوم 15-12 سعيد بنسبة 70% برضو المريخ في الحمل حتى يوم 7-1 مزاجه سعيد بنسبة 15% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 منتحس بنسبة 25% زحل في الجدي حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثوربيت راجع حتى يوم 14-1 منتحس بنسبة 12% نيبتون في الحوت مزاجه سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي برضو مزاجه سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ثم فرصة لمكسب مالي مصدر شراكي أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية ممكن تعالج بعض الأمور بموضوعية وتجرد وكون حريص على تلطيف الأجواء استشير وتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو على مشروع برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم حافظ على هدوء عصابك ونبرد صوتك ولا تعرض لقاءاتك للفشل ممكن تسبب لك هاي الفترة التعيسة شوية حزن وتشعر ببعض الظلم أو القهر أهمش أنك ما تيأس وكون صبور لعلك تنجح برج الجوزاء أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جدوى الغذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة لا تسمح لأي أحد بالتشكيك بقدراتك ناقش واستفسر عن التفاصيل استشير الخبراء لا تتشبث برأيك واستمع إلى أراء الآخرين بهدوء وروية لا تتسرع في قراراتك ممكن تنشغل بملف أو معاملة ما برج السرطان تجتازوا يوم إيجابي بيبعث على البهج والإنشراح ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا قد تنجح في مفاوضات وتحقق أعمالك تقدم واضح خصص وقت لعائلتك أنت مشحون بالحيوية والحماس لمتابعة مسأل للتواصل مع المحيط برج الأسد ابتنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم منكم ممكن يغير سكنه ويميل أفراد العائلة إلى مد يد العون إلوه ممكن تدخل فترة مواجهة مع الحبيب أو مع أحد أفراد العائلة أو نقاش حاد الفترة متوترة جدا تضطر للاهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعط المنزلي لا تهمل صحتك برج العذراء ابتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية بدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح أفكارك منكم ممكن يطلق حمل الترويج أو تسويق أو يسمع خبر صار برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة بتكون متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي هاي الفترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات أهمش أنك تتفائل بالخير وتنطلق اسعى للوفاق والحلول الوسط ولطف الأجواء وحسن علاقاتك انشغلاتك على الصعيد المالي تقريبا طول اليوم برج العقرب أنتم نشطون وحيويون وينجذب إليكم أفراد من الجنس الآخر بدروا لخطوة جديدة من شأنها أنها تدعم من مركزكم الاجتماعي بدور الأحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجك وبتستعيد كامل حيويتك وبتتلقى جواب بتنتظره ممكن تفرح لخبر أو لإنجاز معاملة تنطلق بمهمة طال انتظارها فيه إشي جديد رح يدخل حياتك هاي الفترة تعتبر من أكثر أيام الشهر حظ برج القوس ابتتجتازوا بصورة عامة يوم غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر انجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وحاول انك تخلدوا للراحة من وقت لآخر حاذر من بعض المحتالين ومن خيبات الأمل الحدوض قليلة أهم إش إنك ما تجازف وبينتظرك نوع من أنواع التأخير أو فوضى ومن المستحسن عدم الارتباط بموعيد مهمة في هذا اليوم برج الجديد ابتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص ترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة صديق لا تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقق النجاح المطلوب ابتفرح بوجود أحد الأصحاب وبترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر برج الدلو يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تحسين عليه واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارة ونيل رضا المسؤولين منكم ممكن يهتم بصحة أحد أفراد الوالدين ولا تنجر وراء التسرع والإنفعال بل كون هادئ بشكل القمر زاوية تحدي في لحظات معينة تبدو غاضب أو عدائيا حاذر من الخلافات ممكن تكرم أو تحصل على فرصة مهمة برج الحوت يصلكم خبر سار من بعيد وبتشعر بقوة العاطفة مع الأحباء يوم مناسب لإجراء مقابلة ممكن تسافر في رحلة أو تفرح لإنفراج وتسوية مهمة تهتم بهواية جديدة وبتكون حيوي ومتحمس لمتابعة المساعي وكذلك القدرة على التواصل مع المحيط هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه وحفظه إلى اللقاء